وهم حاستين ان اخوهم الكبير واقف وده رئيس النادي انا بتكلم على واحد بقيمة الكابتن محمود الخطيب افضل من انجبت الكرة المصرية اسطورة من الاساطير هو واقف مع اخواته الصغارين ولاده بيأزرهم وبيدعمهم علشان خلاص فلعنا من معترك افريقي دخلنا بقى على الدولي هم انا معاكم انا وراكم مهما حصل انا وراكم هو ده النادي الاهلي ماتش مهم هو ماتش ب3 نقط من الاول الاخر هو ماتش ب3 نقط ولكن ماتش مهم المفروض الفترة اللي جاية باذن الله باذن الله النادي الاهلي يرجع بقى الملف الدوري نبتدي نبص على الماتشات بتاعتنا ونكسب باذن الله لاستعادة ايه القمة اللي مكانها الطبيعي النادي الاهلي مرة تانية النهاردة طبعا ماتش مهم مع بيرامد وبرامدز لسه مغيرها المدير الفني ولو نفتكر حضراتكم المدير الفني بتاع بيرامدز النهاردة هو المدير الفني السابق لودي ديجلة تاكس جونياس ويمكن تاكس جونياس الناس كتير جدا عرفاه وعرفة اسلوبه هنا وعنده هدف طبعا النهاردة انه يظهر بمظهر جيد جدا هو لعيبة بيرامدز في اول مباراة يقديها ضد النادي الاهلي زي ما شايفين حضراتكم على الشاشة كابتن الخطيب وعلى فكرة كابتن الخطيب قلناها كتير جدا 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 بيجي على نفسه في اوقات كتير جدا 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 عشان يحسس اللعيبة او يحسس اولاده واخواته انه هو معاهم في كل وقت حسس بيهم في كل وقت سواء بطولات او مباريات مباراة محلية زي مباراة افريقية اخلي بالكم المباراة المحلية او اي مباراة للنادي الاهلي هي بطولة خاصة لان النادي الاهلي بيلعب على الفوز زي ما قلنا لحضراتكم اه الفوز او المكسب عادي ممكن ممكن تكسب ممكن تتعادل ممكن تخسر ولكن احنا دايما بنلعب على الفوز بس انا عايزكم تبصوا على الصورة وتبصوا على الاسرار والثقة اللي في لعبة النادي الاهلي مهم